لا تزال الأوضاع في ليبيا متوترة رغم التقدم السياسي الذي أحرز في مؤتمرين تونس وغدامس خرق حفتر للهدنة وخصوصا هجومه الأخير على معسكر تيندي التابع للجيش الليبي بمنطقة أوباري وضع البلاد على مفترق طرق وشكل رسالة خطيرة باحتمال اندلاع الحرب مجددا ما يرجح هذا الاحتمال أسباب عدة أبرزها أن مرشح حفتر لرئاسة المجلس الرئاسي عقيل صالح يشك على خسارة هذا المنصب وصالح مهدد أيضا بفقدان منصب رئيس برلمان طبرق بعد توحيد مجلس النواب في طرابلس وانتخاب قيادة جديدة له وهو الذي يواجه معضلة في ظل سيطرة حفتر على شرقي ليبيا بملفيها بنغازي وطبرق بينما يرفض غالبية النواب أقدى الجلسات هناك وفقا لهذا السيناريو والرفض النيابي لحفتر فإن الأخير سيفقد حليفه السياسي ويصبح بلا أي غطاء سياسي أمام المجتمع الدولي فضلا عن فقدانه الأمل في تعيينه قائدا عاما للجيش مع إصرار التيار المدني على إبعاد الحرس القديم من المشهد أمام هذا كله يسابق حفتر الزمن لإطلاق عملية عسكرية خاطفة وسريعة للسيطرة على طرابلس قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم فضلا عن إصراره على قطع الطريق أمام مجلس النواب للتصديق على السلطة التنفيذية الجديدة وإقرار قانون ينظم الانتخابات التشريعية والنيابية تباشير هذه الحملة اتضحت على الأرض من خلال حفره خنادق على طول خط سرت والجفرة وزرعها بالألغام لمنع اقتحام أكبر قاعدتين جويتين في المنطقة الوسطى إضافة إلى ميناء سرت فضلا عن وصول أطنان من الأسلحة له جوا وبرا المجلس الأعلى للدولة أدان الهجوم على معسكر تيندي واستغرب من صمت البعثة الأممية تجاه التصعيد الأخير لكن اللافتة في بيان المجلس هو اعتبار خرق حفتر في حقيقته تنفيذا لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار